شيء آخر أحبائي أنه هذا الوباء لازم يعلمنا أنه كيف نتعايش بمحبة بسلام بتسامح بغفران نكرم أحدنا الآخر آه في اختلافات أوعك تقول لي ما فيش لا لا في اختلافات كبيرة واختلافات مصرية يعني ممكن تقدي يا تروح السم يا تروح جهنم بس هذا فعلا أنت عليك تحكي وانا عليك أحكي لكن بمحبة هي متشايف هالوباء عم بحصد فما فيش داعي انك تشتم وتسب وتكفر وتكلها الاشياء لأنه فعلا يعني خلينا نتعلم نتعايش ونحب بعض وتكون عنا رسالة سلام أحدنا للآخر